أقام التجمع الرياضي في ريف جسر الشغور كرنفالاً رياضياً بحضور جميع الفعاليات الرياضية ومدراء الأندية والمدربين والأهالي وذلك يأتي مع افتتاح أول ملعب معشب في المنطقة حيث بدأ الكرنفال بكليبات ترحيبية بالضيوف ودخول الفرق إلى ساحة الملعب أقمنا اليوم التجمع الرياضي لريف جسر الشغور كرنفال رياضي يضم جميع القرى والبدات التابعة لريف جسر الشغور الشمالي سنثبت للعالم جميعاً أننا قادرون على أن نفعل جميع الجوانب الحياة ولا سيما المجال الرياضي رغم كل الظروف نبارك لتجمع ريف جسر الشغور في هذا الصرح الجميل ونتمنى لهم التوفيق والنجاح كما أننا سنسعى إن شاء الله لبناء مؤسسة رياضية حقيقية على مستوى محافظة إدلب الكرنفال شمل أيضاً مسابقات بين الفرق المشاركة وثلاث مباريات ودية من فئة الأشبال والناشئين والرجال وسط تشجيع وأجواء تنافسية وحماسية من الجمهور الحاضر للمباريات والمشاركين صرح رياضي جميل جداً تم استحداث في المناطق المحررة ترافق مع كرنفال رياضي لتجمع ريف جسر الشغور بالإضافة إلى فرق جسر الشغور وكانت الافتتاحيات بمباريات من جميع الأندية وطبعاً هي حركة جداً جداً حلوة أهم شيء هي لأطفالنا قبل ما تكون إنا نعطيه الروح من الأمل رغم الحياة اللي هني عايشينا من صعوبة انبسطنا كتير وكان فرحتنا كتير كبيري بس يعني على القليلة بعدنا عن الضرب عن القصف بعدنا عن الخوف يعني شعرنا في شكل كتير حلو اجتمعنا نحن ورفقاتنا التجمع الرياضي يهدف وحسب القائمين عليه من خلال هذا الكرنفال رعاية الرياضة بريف جسر الشغور بشكل إداري وهيكلية متكاملة وتعارف الأندية واختبار مدى جاهزية الانسجام فيما بينها في حال انعقاد بطولات ودوريات في المستقبل تسعى إدارة التجمع الرياضي في ريف جسر الشغور من خلال هذا الكرنفال جمع الفعاليات الرياضية في المنطقة لتنظيم العلاقات فيما بينها ووضع خطط لنشاطات جديدة في المستقبل هاشمال عبدالله أوريانت نيوز ريف جسر الشغور ترجمة نانسي قنقر